بيبان الأمور بتبان اللعيبة مبسوطين بالمناسبة جدا ان هم قاعدين في مكان جيد مكان بالمناسبة يعني فترات الاعداد بتبقى عبارة عن ايه فترات الاعداد بتبقى عبارة عن تمرين واكل ونوم تمرين واكل ونوم فقط لغير مفيش حاجة تانية وبالتالي هتحتاج طبعا بعض الترفيه في النص تنزل بسين تلعب شجم تتهرج شوية تتحك شوية يكون عندك يوم فري على حسب ما المدير الفني بيقرر في هذا التوقيت ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم البداية جيدة من الصباح او من الصبح لغاية دلوقتي الناس كلها مبسوطة اللعبة كلها مركزة في شيء واحد فقط خدت خمس بطولات الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده كل او معظم اللاعبين اللي انا اتكلمت معهم بيفكروا بهذا الشكل خدنا خمس بطولات السنة اللي فاتت خدنا اجازتنا اتبسطنا عايزين دلوقتي نبسط جمهور الاهلي او عايزين نبسط جمهور النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية هنبسطوا ازاي البداية دائما بفترة الاعداد او بمعسكر الاعداد اليومين الاول واليوم الثاني دائما بتبقى ايام بداية معسكر لوه اللاعبة جاية القياسات الشكل الفترة اللي جاية هنبقى عامل ازاي المدرب بيتكلم معاهم شوية تمرين على الواقف ولكن معسكر الاعداد بيبدأ في اليوم الاول في النمسا زي ما حضراتكم شايفين دي لحظات وصول بيعثة النادي الاهلي طبعا الكلام ده كان الصبح واحنا كنا زائعين ولحضراتكم من الصباح او من الصبح لغاية دلوقتي كل برامج قناة الاهلي بتزيع لحضراتكم دايما كواليس سفر ووصول بيعثة النادي الاهلي الى النمسا بعد كده لعبة راحت رياحت شوية تدت التمرينة الاولى لفريق النادي الاهلي في معسكر الاعداد من بكرة ان شاء الله هيبقى شكل التمرين مختلف ما بين تمرين صباحي وتمرين مسائي على حسب بقى ما المدير الفني هيعمل التمرين الصباحي بيبقى اكتر ناحية بدنية تمرين المسائي بيبقى اكتر ناحية تاكتيكية وكرة قدم اكتر وازاي مين ييجي من اليمين ومين ييجي من الشمال ومين يعمل هنا وبشتغل على نقاط الضعف اللي عندي في فترة الاعداد انا بشرح لحضراتكم حاجات انا يعني لما كنت بتشرف بالتواجد وكنت بلعب كنت بيقعد معانا المدير الفني ويتكلم معانا في مثل هذه الامور الموضوع مش يا معسكر اعداد احنا مسافرين النمسا يلا نتبسط ونفرح والكلام ده كله خالص الموضوع غير كده تماما الموضوع بيبقى فيه تركيز كبير جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين فاللي عايز اقول لحضراتكم ان ده البداية بداية فترة الاعداد بدأت منذ ان او منذ الصعود الى الطائرة العيبة ركزت هتقول لي العيبة بتركز حتى في فترة الاعداد لازم تركز في فترة الاعداد لان هي دي الفترة اللي بتبني عليها السنة كلها السنة كلها بتتبني على اللي حضراتكم شايفينه او البداية بتبقى فيه اللي حضراتكم شايفينه لغاية لما يجي لنا زميلنا فاروق صلاح من النمسا عايز اقول لحضراتكم انه امور كثيرة جدا 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 بتحدث في فترة الاعداد منها محمد هاني بما اننا بنتكلم عن هو اللي ظهر قدامنا دلوقتي محمد هاني محمد هاني يشوف نفسه هيلعب للسنة الجاية ازاي قد يكون هناك ترتيبات اخرى ترتيبات فنية اخرى عايزها مارسيل كولر من محمد هاني فيقول له انت الفترة الجاية هتشتغل على وخلي بالكو انا الكلام اللي بقول لحضراتكم ده عارفوا من مارسيل كولر انه هو بيركز مع كل لعيب انا عايزك تعمل واحد اتنين تلاتة الباك اليمين يعمل كذا الباك الشمال يعمل كذا هي دي فترة الاعداد التركيز في فترة الاعداد خلال العشر تيام اللي جاي ده مهم جدا 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 فعشان كده بقول لحضراتكم ان الفترة القادمة هي فترة ازاي يقف على رجله ازاي النادي الاهلي هيقف على رجله ازاي النادي الاهلي يستطيع ان ينافس في كل المنافسات اللي جاية وفي كل البطولات اللي جاية ده من خلال العشر تيام اللي هيعودهم او البداية بتاعتهم هتبقى ان شاء الله في النمسا زي ما حضراتكو شايفين مارسل كولر كل المدير الفني والجهاز الفني بالكامل متواجدين كابتن خالد بيبو من شوية وكابتن سيدي